ما يحدث بالبيت الجوي معلومات خاصة وصلت إني الكابتن أحمد إبراهيم لا زال لم يوقع مع الصقور وذلك بسبب أنه الكابتن أحمد إبراهيم يقولهم يا أبا تعالوا للإمارات أوقع هناك العقد وياكم إدارة القوة الجوية تقول لا يجي اللي هنا وهذه اللحظة قبل ما ندخل للبرنامج أحمد إبراهيم ما موجود بعقود القوة الجوية الكابتن على عباس يوجد عقد بينه وبين إدارة الجوية ورح نعرض لكم العقد وموقع الكابتن وموضوعه منتهي مع إدارة الجوية ربما يعني حتى ما يقدر يخرج من نادي القوة الجوية هو ملزم بعقد وهذا العقد وإحنا قلنا أنه بالوثائق هاي أحد الوثائق لي توقيع عقد الكابتن على عباس ما حدث باستقالة عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الأستاذ ماجد الساعدي والكابتن صفاء هادي صفاء طالب مبلغ 250 مليون أحد أعضاء الهيئة الإدارية والبعض أيضا يعني غير كابتن ماجد راضين هذا المبلغ ربما جعل الكابتن ماجد الأستاذ ماجد أنه يقدم استقاله بسبب هذا الموضوع هذا كل ما يدور بالبيت الجوي حتى همام طارق لا زال ماكو شي رسمي بس علاء عباس رسميا مع القوة الجوية صفاء هادي لا زال ماكو شي رسمي لحد هاي اللحظة أو أحمد إبراهيم هذا ما حدث به هذا كل موضوع القوة الجوية جوية موسيقى موسيقى شكرا